دلوتي مشاهدينا الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة معدنا مع موجز لأهم الأنباء مع دينا اتفضل يا دين شكرا لك منا الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم طلق الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول التباحث بشأن تطورات الأزمة السودانية وتنصيق الجهود بين البلدين في هذا الصدد حيث نوه رئيس الوزراء البريطاني إلى دور مصر الجوهري في صور السلم والأمن على المستوى الإقليمي إلى جانب كونها من أهم دول الجوار الفاعلة للسودان التي تمثل الأزمة الراهنة بها تحديا بالغا للاستقرار في المنطقة بأسرها وقد أعرب الزعيمان عن القلق البالغ بشأن تصاعد العنف والقتال في السودان وهما يعرض المدنيين لمخاطر كبيرة ومتزايدة مع التطرق في هذا الصدد إلى جهود إجلاء رعاية البلدين من السودان وأضاف المتحدث أن الرئيس السيسي استعرض الجهود التي تطلع بها مصر من أجل تشجيع كافة الأطراف على التوصل لوقف الإطلاق النار ووضع حد للمعاناة الشعب السوداني الشقيق مؤكدا ضرورة التعامل بصورة إيجابية مع كافة جهود التهدئة وتفعيل الحوار والمصار السياسي بهدف تجنيب السودان النتائج الكارثية لهذا الصراع على استقراره ومقدرة شعبه وفي إطار جهود الدولة لإجلاء المواطنين المصريين بالسودان تم اليوم إجلاء 436 مواطنا من السودان عبر الإجلاء البري بالتنصيق مع السلطات السودانية وفي إطار حرص وزارة الخارجية بالتنصيق مع أجهزة الدولة المعنية على التواصل مع المواطنين المصريين المتواجدين بدولة سودان وأسرهم لطمأنتهم على دويهم تمهيدا لإجلائهم بالطريقة التي تحفظ سلامتهم وعودتهم آمنين إلى أرض الوطن قامت الوزارة بتخصيص خطوط ساخنة لتلقي الاتصالات من المواطنين المصريين بشأن موقف الجالية المصرية في السودان وعمليات الإجلاء المرتقبة شهد معبر أرقين الحدودي بين مصر وسودان تسهيلات عديدة لعودة المصريين من السودان وكشفت مجموعة من الشباب المتطوعين في الهلال الأحمر المصري عن تأهيل المصريين العائدين من السودان نفسيا والكشف عليهم وتوفير الدعم الأولي لهم وتسهيل تواصلهم مع أهلهم للإتمئنان عليهم ومن جانبه قال لطفيغيث مدير مركز العمليات بالهلال الأحمر إن هناك مرحلة استعدادا منذ بداية الأزمة في محافظات الحدودية حيث تم توجيه مجموعة من الفرق والورديات للتقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية العاجلة للعائدين من السودان وأوضح مدير مركز العمليات بالهلال الأحمر أنه تم رفع حالة الاستعداد خاصة في المخازن الاستراتيجي الأقرب للقطاع الصحي لمدى الاحتياجات الطبية اللازمة مشيرا إلى أن الهلال الأحمر المصري على أتم استعداد لمدى أي مساعدات للجانب السوداني والهلال الأحمر السوداني قالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أحرزت تقدما في مدينة بخموات شرق أوكرانيا وأوضح بيان لوزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي سيطر على مربعين السكنينين آخرين في أحياء بخموات الغربية وأن وحدات محمولة جوا تقدم تعزيزات إلى الشمال والجنوب وتعتبر روسيا بخموات نقطة انطلاق لمزيد من التقدم في شرق أوكرانيا أبدى الرئيس الفرنسي إمانوير ماكرو أسفه لعدم انخراطه بشكل كاف في الدفاع عن مشروع إصلاح نظام التقاعد وأشهدد ماكرو على أن الغضب الذي يعبر عنه الفرنسيون حيال إصلاح نظام التقاعد لن يحول دون استمراره في التنقل بين مختلف مناطق فرنسا قالت أدربيجان إنها أقامت نقطة تفتيش على الطريق البري الوحيد المؤدي إلى منطقة ناجورنور كاراباخ المتنازع عليها مع أرمينيا وأوضحت وزارة الخارجية في أدربيجان إنها اتخذت الإجراءات المناسبة لفرض السيطرة على الطريق من بدايته بسبب استخدام أرمينيا الطريق لنقل الأسلحة ومن جانبها قالت أرمينيا إن ما قامت به أدربيجان يمثل انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في عام 2020 ختام مجزء الثامنة فاصل وأنا أعود لحظاتكم مستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر اشتركوا في القناة